اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بالراشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السفير لوجيان مبعوث رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة السفير في إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين وفي بداية الاجتماع رحب وزير الخارجية بمعالي السفير لوجيان منوها بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات صداقة تاريخية وطيدة تعززت على كافة المستويات خدمة للمصالح المشتركة مؤكدا حرص مملكة البحرين واهتمامها بتطوير التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات مشيدا بمواقف الصين الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة ومساندتها للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من جانبه أعرب السفير لوجيان عن سعادته بزيارة مملكة البحرين للمشاركة ممثلا لبلاده في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الثالثة والثلاثين مشيدا بتطور التعاون الثنائي بين البلدين على كافة المستويات متمنيا النجاح والتوفيق لأعمال القمة العربية المنعقدة في مملكة البحرين وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيز والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المتبادلة ترجمة نانسي قنقر